باران يؤمن بديلان لكنه لا يظهر ذلك ديلان ينتظر باران ليقول أنت على حق مرة أخرى لكن باران يحاول أن يكون هادئا جدا يجب على باران أيضا استخدام هذا التكتيك من أجل صحة كودريد من ناحية أخرى لا يستطيع ديلان أن يتسامح مع إثبات أنديريا على حق هل تحتاجني أن أصدقك؟ بينما يواصل ديلان معركته من أجل ديريا فهو لا يحب صنط باران يشرح باران سبب ذلك يتشارك الاثنان مشاكلهما مرة أخرى ويلمسان حياة بعضهما البعض بشأن الماضي ديلان يريد من باران أن يدعمه في نظري كل شخص موجود في المكان الذي يجب أن يكون فيه لا أكثر ولا أقل يفعل باران ذلك مرة أخرى لقد مزق عقل ابنته وقلبها بإعطاء ديلان رسالة مشفرة دموع الفرح وجه متسم لم تعد ديلان تنكمش في الزاوية على العكس من ذلك فهو يصرخ بصوت عال قدر استطاعته إذا كان على حق وواثقا فلن يتمكن أحد من إيقاف ديلان لا يستطيع باران معرفة كيفية التعامل مع ديلان في مثل هذه الأوقات من القريب أن يصبح بيران كرابي مالكا سيدة قريبا وبالعودة إلى موضوعنا غرقت ديريا أعمق فأعمق وفي هذه الحالة بدأت في إبعاد أولئك الذين يعترضون طريقها واحدا تلو الآخر باران مصدم من صفعة ديلان يشكك ديلان في عدالة كرابي بسبب الأصوات المرفوعة تجاهه فقط في القصر باران لا يستطيع العثور على أي شيء ليقوله بود هو الأخ الأكبر لزمرد يفسح المجال لهاروين قائلا إن قرار زمروت له الأسبقية على كل شيء آخر تم طرد جول وفضل جول الذي كان يعرف الحقائق أن يخبر ديلان عبر الهاتف بدلا من أخذه جانبا قبل المغادرة دعونا نرى ماذا ستفعل ديريا عندما تسمع محادثة الثنائي أم أنه سيتدخل بطريقة أو بأخرى في هذه المحادثة تبدأ الفوضى مرة أخرى ديلان يسير نحو الألم ولا يخاف إنه متأكد من أن ديريا هي التي أختطفته أزاد يحمي ديريا ديلان لم يعد يتحمل ساس ديريا بعد الآن ويصفعها الاستعداد لصفعة عثمانية كبيرة ستشاهد الصفعة من ديلان إلى ديريا مع تنهيدة عميقة بدأ ديلان يصبح أقوى ببطء بعد خصوله على لقب كارابي قد يكون لديه القدرة على أن يصبح رئيس هذه القبيلة سوف يصبح ديلان أقوى تدريجياً ويتحول إلى شخصية لها تأثير على الجميع قريباً جداً عندما ضغط ديريا على ذيله وصل إلى حد الهروب من القصر الآن عندما يرى أن ديلان قد تخلى عنه سيكون أكثر خوفاً فقط آزاد يحميه يبدو أيضاً أن باران يثق في ديريا في هذه الحالة ستعمل ديريا بشكل مريح سوف تغمره هذه الراحة وسيقوم بخطوة تجعله يتخلى عن نفسه من ناحية أخرى يخبر باران ديلان أنه على حق في أنه تعرض لصدمة شديدة وأنه سيجعل الشخص الذي تسبب في هذه التجربة يدفع ثمناً باهظاً تبدو هذه الكلمات عديمة الفائدة لديلان لأنه أوضح أن ديريا هي التي أختطفته لكنه لا يستطيع إقناع أحد بهذا لهذا السبب سيكونون على خلاف مع باران مرة أخرى باران وديلان لديهما دائماً الحقيقة الخاصة بهما عندما يصطدمون بجدار عندها يمكنهم العثور على طريق مشترك من ناحية أخرى يواصل باران الإشارة إلى أنه يعرف من فعل هذا بمجرد حصوله على الأدلة ربما سندع ديريا الأسبوع المقبلة يستطيع بول مساعدة ديلان في العثور على الأدلة يمكنه القيام بذلك عن طريق القيام بذلك بهدوء ومخادع ديلان حجزت الغرفة تحزم ديلان أمتعتها وتغادر قائلة إنها لا تريد البقاء في نفس الغرفة مع باران الذي تعتقد أنه لا يصدقه بالطبع لا يستطيع الهروب من قبضة باران بهذه السهولة باران يهتم بسلامة زوجته تبدأ الفوضى مرة أخرى في الزهور هل سمع باران عن المواجهة بين ديريا وديلان؟ هل لن يتخلى ديلان عن ديريا لتجنب أي ضرر لأي شخص؟ يمكنك أيضا التعبير عن آرائك بتعليقاتك أخبار المسلسلات حلقة سينمائية تنتظرنا في زهور الدم تواصل بلد فلاورز خلق العواصف بمشاهد مليئة بالإثارة والرضا الذي ينبض بالقلب كوابيس ديلان تم سجن ديلان لأول مرة في منزل منفصل وأصيب ديلان في رأسه على يد رجل ثم تم اختطافه مما أصاب ديلان بالصدمة نفس الأشياء ستحدث لأي شخص جرب هذه الأشياء لا يستطيع ديلان النوم بشكل صحيح ويصاب بالهذيان باستمرار باران هو الذي أيقظها من كابوسها لكن باران يريد حل هذه المشكلة بالكامل وجعل زوجته كما يقول ذلك تشعر بالأمان وتتمتع بنوم مريح ديريا وفرات يدركان الخطرة وبالطبع تستشعر روز شيئا ما أيضا يدرك باران أن هناك امرأة على المحكي وعندما تسمع ديريا ذلك فإنها تحزم حقيبتها يعرف باران جيدا أنه إذا اكتشف الأمر فلن يتمكن من البقاء في هذا المنزل لأنه سوف يتعرض للعاري لكن ديريا ستخطط لشيء ما بدلا من الهروب من ناحية أخرى تواصل آزاد ضغوطها النفسية وهو الآن يحاول حرفيا وضع مفتاح ربط بين ديلان وباران في المقبرة بغض النظر عما فعله باران فإنه لا يستطيع مساعدة هذه العائلة لماذا لا يقبل أزادي بعض الأشياء ويفكر في سلام منزل الأطفال كم عمركي يا امرأة يجب أن تتصرف بشكل أقل نجا الآن بعد أن أصبحت كبيرا بما يكفي أدرك ديلان أن ديريا كانت امرأة خطيرة ديريا وديلان وحدهما في القصر علم ديلان أن ديريا كانت تحاول قتله ما هو المسار الذي ستتبعه ديريا الآن ما هو المسار الخاطئ الذي ستختاره ديريا هذه المرة لأنها ترتكب الأخطاء باستمرار هل سيسمع باران بينما يتحدث الاثنان ديلان يقرر التحدث إلى أزاد ديلان الذي كان منزعجا جدا من السلوك الذي تعرض له والده لديه الفرصة للتحدث مع أزاد حتى لو كان سيئا تفاجأ باران تماما عندما رأى ديلان يغادر غرفة جدته يبدو أن حسن لن يحدث فهو ينوي جعل كودريت سيئا بطريقته الخاصة إنه يفكر في إضافة أدويته الخاصة إلى الأدوية التي سيصفها له بالطبع من خلال القيام بذلك سيترك وراءه أدلة تشير إلى أن الشخص الذي يريد إيذاء كودريت موجود في القصر إذاً اشتركوا في القناة